وللوقوف على آخر التطورات والمسجدات الأمريكية ينضم إلينا مراسل والحرى من البنتاجون وفاء أجباعي من واشنطن رابح في لالي ومن الكونغرس عبد الرحمن البرديسي أهلا بكم وأبدأ معك أولا وفاء يعني ربما آخر التطورات حتى هذه الساعة تتحدث عن عبور سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية واجتيازها لمضيق تايوان طلعين على التفاصيل نعم بالفعل إناس البحرية الأمريكية وتحديدا الأسطول السابعة أعلنت أن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي عبرت مضيق تايوان ولكن بشكل روتيني في عملية روتينية اعتادت عليها السفن والقطع البحرية الأمريكية أيضا البحرية الأمريكية في بيانها أكدت أن هذه السفينة أبحرت في مياه تطبق عليها القوانين الدولية التي تسمح بالإبحار في تلك المناطق بحرية وأكدت أيضا أن هذا الإبحار يؤكد مرة جديدة بأن الولايات المتحدة تريد أو ملتزمة بالإبقاء على منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة حرة ومفتوحة وأيضا شددت البحرية الأمريكية في بيانها على أن الولايات المتحدة ستواصل الإبحار والتحليق في تلك المنطقة وفق ما تنص عليه القوانين الدولية أيضا هذه المرة ليست المرة الأولى كما ذكرت إناس التي تبحر أو تعبر فيها قطع بحرية أمريكية ودول شريكة وحليفة للولايات المتحدة لمضيق تايوان وفي السابق تحدثت البحرية الأمريكية عن اعتراض للسفن الحربية الصينية للقطع البحرية الأمريكية في خطوات وصفت بالاستفزازية وبغير الاحترافية ودعت الصين إلى العدول أو التوقف عن مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى حوادث غير محسوبة وطبعا إلى حوادث تصاعد الموقف بين البلدين أبقي معي وفاء وتحول إلى عبد الرحمن البرديسي موفد الحرة إلى الكونغرس الأمريكي يعني عبد الرحمن بالحديث عن تايوان أيضا مجلس النواب الأمريكي أقرأت تفاقية أو يقرأت تفاقية تجارية مع تايوان نتلعنا على التفاصيل نعم إناس في الحقيقة أنا كنت أتابع اليوم جلسة هامة عقادتها لجنة العلوم بمجلس النواب الأمريكي وخاصة بكيفية استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق المصلحة الوطنية داخل الولايات المتحدة الأمريكية حضر الجلسة خبراء في هذا المجال وأكدوا على ضرورة مشاركة الحكومة الأمريكية في تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي وأكد مشرعون أمريكيون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تنهض بصناعة أشباه الموصلات حتى لأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستعتمد بشكل كبير جدا على أشباه الموصلات وحتى تكون رائضة في هذا المجال لأن الصين تحاول الآن كسب الوقت بسبب أنها تنتج كما نعلم هي الدولة الأولى في العالم التي تنتج مع تايوان أيضا أشباه الموصلات ولذلك تحدث المشارعون للخبراء وأكدوا على أن ما يهم الشارع الأمريكي الآن هو الناحية الاقتصادية إلى أي مدى يمكن فعلا للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أن تخلق الكثير من المشاكل الاقتصادية للأمريكيين بسبب أنهم ربما يخسروا وظائفهم ولكن الخبراء التكنولوجيون الذين حضروا الجلسة اليوم أكدوا بأن استخدام الذكاء الاصطناعي سينهض بالاقتصاد العالمي وسيستفيد في الأخير جموع شعوب العالم أيضا كان هناك حديث على كيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الطاقة النووية وعدم استخدامها من دول ديكتاتورية مثل الصين وروسيا ولذلك لابد أن يكون هناك تعقد جلاسات أخرى وهذا ما نادى به قادة الكونغرس وعلى رأسهم زعيم الأغلبية الديمقراطية شاك تشومر بأن هناك سلسلة من جلسات الاستماع حتى يستفيد المشرع الأمريكي من هذه التكنولوجيا وكيفية تطبيقها على الواقع الذي نعيش فيه شكرا لك عبد الرحمن البرديسي ابقى معي وتحول إلى واشنطن أيضا ومن هناك رابح في لالي إذن رابح تم الحديث اليوم وتم مناقشة جهود الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإجار بالبشر العالمية أطلعنا على التفاصيل بل فالناس غير بعيدة عن عبد الرحمن بمبنى الكونغرس أيضا كانت هذه واحدة من القضايا التي ناقشها مجلس الشيوخ اليوم الهدف من هذه المناقشة أو جلسة الاجتماع التي حدثت مع مسؤولين وديبلوماسيين أمريكيين عاملين على هذه القضية تأتي مباشرة بعد أسبوع من إصدار الولايات المتحدة لتقريرها السنوي بشأن هذه القضية الإنسانية الحقوقية الأساسية كما يقول بذلك أعضاء مجلس الشيوخ في حديثهم إلى المسؤولين الأمريكيين ما كان واضحا وما كان أيضا متيرا لقلق هؤلاء وهو تلك الطبيعة الجديدة التي باتت العصابات المختصة تعمل من خلالها بتوظيف شبكة الأنترنت في جانب وفي جانب آخر توظيف وسائط الانتصال الاجتماعي التي باتت منصة مناسبة جدا لنشاطات هؤلاء ما يقول به المشرعون والمسؤولون الأمريكيون أن المسألة سوف تفرط تحديات أساسية على الولايات المتحدة باعتبارها أنها رائدة محاربة هذه الجرائم في العالم ولذلك هناك تحديات تطرح على مستوى التعاون الدولي حيث تحرص الولايات المتحدة على ضرورة التنسيق مع جميع شركائها وأصدقائها في جهات العالم المختلفة ثم هناك جانب آخر وهو ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة أيضا في تعقب سواء هؤلاء المجرمين العاملين على ارتكاب هذه الجرائم أو ضحايا هذه الممارسات غير القانونية والأخلاقية من حيث أولا تأمين تقديم المساعدات التي يحتاج إليها هؤلاء ما كان لافتا أيضا هو تلك الإشارات التي قدمها المسؤولون الأمريكيون في وزارة الخارجية وهو استغلال عصابات من داخل الصين لخبرات عالمية خاصة في مجال صناعة الكمبيوتر ولواحقها وتوظيف هؤلاء من خلال عصابات بتقديم وظائف مزيفة في دول لجوار الصين الأمر الذي قال بشأنه المسؤولون الأمريكيون أن القضية باتت مقلقة وهو وجه مستحدث لما بعد مرحلة أزمة كورونا في قضية الإتجار بالبشر شكرا لك رابح فلالي كنت معنا مباشرة من واشنطن العاصمة شكرا لك منصولك عبد الرحمن البرديسي من مقاري الكونغرس الأمريكي وفائش باعي شكرا لك من البنتغن شكرا لك